كواحدة من الطالبات المتقدمات لامتحان الثانوية العامة في محافظة أبيان تحاول الطالبة الكفيفة لينا وهي بجوار المعلمة المشرفة على حالتها تجاوز كل ما يمكنه أن يكون عائقاً أمام تحقيق هدفها في نيل الشهادة الثانوية التي تقول إنها بداية لمشوارها المستقبلي في طريق نجاحها وجود لنا بين زميلاتها في ثانوية المخزن كأول حالة لطالبة كفيفة في عموم مدارس المحافظة مكتافية بإرشادات معلمتها في فهم ما تحويه ورقة اختبارها كان إشارة كافية لمكتب التربية في محافظة أبيان بضرورة اعتماد فصول دراسية لهذه الفئة الطالبة لنا تعتبر أول حالة على مستوى محافظة أبيان إلى الآن توصل إلى مرحلة الامتحانات الوزارية لثالث ثانوية ومعنا طلاب إن شاء الله بإذن الله ستة طلاب بينتحنوا بعد سنتين لتاسع وزاري برضا سبعة طلاب بينتحنوا الأسف الشديد أن ينتحنوا لهم المدرسين نحن نتمنى أن تكون هناك في لقنة خاصة بتصحيح براير على الرغم من عدم وجود مدارس خاصة تعنى بالحالات المشابهة لحالة الطالبة لنا إلا أن احتواءها ضمن الطالبات المتقدمات لنيل الشهادة الثانوية فتح أمامها الطريقة لتحقيق أحلامها ولعله يفتح أمام الكثيرين من المكفوفين أيضاً إمكانية مواصلة تعليمهم حتى مع عدم توفر فصول خاصة بهم ترجمة نانسي قنقر